موسيقى 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 بيطانة بيطانة الرحم هي كمان اللي وقتها تكبر ويجي الجنين ويقعد بقلبها هي بيقعد بقلبها الجنين بيعمل implantation نسميه وبيخلي الغيزة كله يوصل من خلال الام للجنين فهيدي أهميتها لبيطانة الرحم هلأ وقت نبلش نحكي عن بيطانة الرحم المرضية المهاجرة بيكون الخلايا اللي عادة موجودة ببيطانة الرحم بتهاجر من الرحم مش نايك اسمها المهاجرة يعني endometriose فيها تقعد على الأنابيب فيها تقعد على المبيض وتسبب أكياس منسمية chocolate cysts لأنه المateria اللي بقلبها بتشبه كتير الشوكولات دايب في عنا صورة يمكن للendometriose منطلب من المخرجة حتى هون سو فيها تكون الendometriose على الأنابيب أو بقلب المبيض فيها تقعد على الرحم من بره أو على الليجامال اللي بتخلي الرحم يكون موجود وواقف هلا في عنا endometriose على البره على بره على الرحم على المبيض من بيني وعلى المبيض صحيح بس كمان فيهم يقعدوا على الفجام من بره أو فيهم يقعدوا على المصارين خصوصا وعنا بعد صور نطلب من المخرجة حتى نكون عبد الشرح بيشارح وافي هون مثلا هون مثلا هون مثلا سفير هون هادي وين وين الendometriose كتير متقدم هيدا موجودة على الأنابيب وعلى المبايد وأكيد بهالحالة بيكون موجود حوالي كله للرحم بيسبب التصاكات كتير وهيدا الأسباب اللي بتواجد التصاكات مع المصران مع المصران ومع كل شي حوالي مع المبولة مع المصران مع الركتم يعني آخر بارتي من المصران قبل ما يوصل على باب البدن هودا كله هودا المشاكل الوقت تصير الendometriose متقدم هالحالة بتسبب التصاكات بقلب الرحم بتسبب عكم بتسبب أوجاع كتير هيلة خصوصة وقبل الدورة الأوجاع بس بأثناء الدورة الشهرية ولا كل الشهر الأوجاع خصوصة بتبلش ما قبل الدورة ومعقول تبلش تخف بعد الدورة لترجع تقوى مرة تانية خلال الشهر كل اللي بيشكوا من الendometriose ما بيقدروا يحبلوا لا الendometriose بتعلي من نسبة العكم يعني فيها تودة لأنه يصير نسبة العكم أعلى بس مش يعني كل اللي عندهم الendometriose ما بيحبلوا في لفلز من الendometriose في الendometriose كتير خفيفة ما بتودة لمشاكل بالحمل وفيه عندهم الendometriose المتقدمة جدا خصوصة وقتها نوصل لدرجات الالتصاقات بقلب البطن خصوصة على الرحم وعلى الأنابيب بهالحالة ساعتها معقول كتير يسكروا الأنابيب ويمنعوا أن الحمل يصير أوقات كتير بيكون الخلايا اللي بقلب الendometriose عم تفرص كاميكلز معينة وهيدي الكاميكلز تأذي الإبادة وبتأذي الجنين إذا تكون كمان هيدا الشيء بيخففتني الكاميكل شو هني يعني نوع من الأرمونات نوع من الأرمونات أو بروستا جلاندنز يعني أنواع سموم فينا نقول سموم فينا نقول إذا بدك سموم مية بالمية بتمنع أنه الطبيعة تصير مثل ما لازم تاخد مجراءها صحيح طيب دكتور بدي أسألك كل اللي عندهم الendometriose الدورة الشهرية قوية بتوصل لحد النازف ولا لا ما ضروري مش ضروري هلا أكيد اللي عندهم الendometriose فيهم يكون عندهم دورة قوية بس فيها تكون دورتهم عادية كمان لأنه المشكلة مش بيطانة الرحم اللي بقلب الرحم هي المشكلة بالendometriose بيطانة الرحم اللي هي برات الرحم من هون بتصير يعني حد ذاتها الدورة مش دايما بتضلن إذا فيه الendometriose أو لا حتى في كتير من النساء بيكون عندهم الendometriose ومش عارفين أنه عندهم نكتشف بعدين خلال متران عملية جراحية أنه ها فيه شفنا يعني عرفنا العوارض شو هي الأسباب الendometriose شو هلا أول شغل أول سبب بنا نعرف أولا أنه الendometriose هي مرض معقد شو صغيرة يعني ما فيه دايما سبب مباشر لأنه نفهم ليش هو موجود بس فيه إيبوتاز فيه احتمالات الاحتمال الأول أنه خلال الدورة الشهرية مع التقلصات طبع الرحم فيها تطفش الخلايا اللي بقلب بيطانة الرحم من الأنابيه بتلوع وبتوصل على قلب البطن وهي اللي بتسبب خلايا بيطانة الرحم بقلب البطن وتسبب عندومتريose فيه قوات كتير كمان لأنه منعرف أنه الendometriose فيها تكون كمان مبينة بالرواية وعلى كعب العضل طبع الرية من هون يعني من اللي طالع من بيطانة الرحم بتوصل للرية؟ بيكون فيه خلايا بيطانة الرحم بالرية من هون منعرف أنه مش ضرورة تكون مدفوشة من الإيثاريوس التلوع فيها تكون مهاجرة بالغداد المفاوية بالغداد المفاوية كمان هودا احتمالات يعني ما انه شي مية بالمية بس هودا الاحتمالات موجودة وبتخلينا نفهم ليه معقول يكون في عنده بيطانة رحم مهاجرة هلأ مين اللي بيكون عرضة أكدر لتكون عندها بيطانة رحم مهاجرة؟ هي النساء اللي بيكون عندها الدورة بلشت كتير بكير أو تأخرت لطاعة يعني وقتا نكون عم نتعرض للفل أستروجين عالي لفترة طويلة من الحياة ممكن تبلش الأندومتريوز بعد ما تنقطع الدورة الشهرية؟ مش بعد بس فيها تبلش عكبر كمان فيها تبلش عكبر تبدي اسألك من أي عمر بتبلش؟ فيها تبلش حتى من أول ما تجيها الامرأة فيها تكون عندها أندومتريوز يعني من صغيرة كتير وفيها تبلش على كبر كمان هو على كبر يمكن أفضل شوي لأنه بتكون شلنا ريسك الحمل أو منع الحمل يعني بعدين يمكن بتصير أفضل وبصير نخفف من العواقب طبع هايدي الأندومتريوز لأنه ما تنسي أنه الأندومتريوز بتسبب أوجاع كتير كتير قوية عن جد حرام النساء اللي عندهم أندومتريوز بقلب الأوجاع طبعهم بيكونوا كتير موجوعين بيضطروا يعوزوا كتير أنواع من الإدوية كرمالة يخففوا من الأوجاع مسكنات يعني بيضوا مسكنات صح كيف نعالج الأندومتريوز إذا كانت بلشت صغيرة وبأول يعني حياتها الجنسية وبدأ تحبل وبدأ تجيب أولاد وعندها طبعا علاقتها الزوجية يعني هون يمكن شوي بتكون حساسة الأندومتريوز بالنسبة لحياة الأنثة دايما علاج الأندومتريوز بالنسبة لإلنا من نعرف شو الهدف من العلاج تنعرف شو نعالج يعني في حال مثلا كان العوارد عند الإمرأة هي الوجع واكتشفنا على الصور أو بالعملية وين الأندومتريوز وليش سبب هيدا الوجع ساعتها العملية هي الأفضل لأنه بالعملية منقدر نشيل الأندومتريوز مطرح معا بيوجعها ونكون علاجنا الموضوع بالنظور ولا بشكل؟ بالنظور بالنظور صحيح هلأ أوقات كتير بيكون ماننا مكتشفين إذا هيدا عن جد أندومتريوز أو لا لأنه مش دايما بالأشعة أو بالصورة بيبين الأندومتريوز إيكوغرافي كيفية؟ إيكوغرافي ماننا كيفية أبداً ما بدفرجي الأندومتريوز لحتى تتأكدوا شو بتعملوا أي صورة؟ إي أر أم هي اللي معقول تفرجينا وبدك حدا كتير مختص لأنه يقرأ الأندومتريوز على الإي أر أم مش صحيح يعني شغلة كتير صعبة إنه نقدر نكتشفها خصوصا إنه الأندومتريوز بدأ تكون شوان باينة لا تقدر تنشاف على الإي أر أم في أوقات أندومتريوز بتكون قد النقطة وموجودة على نار وهي اللي عم بتسبب كل الأوجاع لا بتبين بصورة ولا بيكوغرافي ولا بإي أر أم شو بتعمله بهالحال؟ ساعة بهالحالة إذا كان الوجع يدعي إنه نحنا نتدخل نعمل ندور وبالندور منشوفها يعني بالعين المجرد ندور فاجينال؟ ندور لا ندور بقلب البطن ندور يعني بدأ مثل عملية الندور صحيح مثل عملية الندور بدأ بنشوف صحيح وقت نشوف الأندومتريوز ساعة منحرقها أو منشيلها طيب ممكن تفوتوا بندور وما تلاقوا أندومتريوز صحح ممكن نفوت بندور لأنه أوجاع صحيح تتعرض المرأة العملية مضبوط هيدا منسميها ساعة داياجنوستيك لفروسكوفي يعني إحنا فاتين عم نستعمل الندور لنشخص سبب الوجع مش دايما الندور بيضلنا أنه رح يكون على الأكيد في أندومتريوز بس إذا كان الوجع مؤلم لدرجة أنه نحنا نتدخل وما بيّن شي بولا أي فحص بولا أي صورة ساعتها يمكن نضطر نفوت بداياجنوستيك لفروسكوفي يعني ندور كرميلة نشوف إذا هو هيدا السبب أو لا دكتور معقول يكون في أوجاع أليمة بالوجع اللي عم توصفه وما يكون في أندومتريوز معقول تب شو السبب؟ السبب كمان عدة أسباب في يكون التصاكات من دون أندومتريوز هي بتسبب الأوجاع في يكون شي من سميه برايميري ديسمانورية يعني واجع الراجل اللي بيكون تخلق معه الامرأة وبيعيش معه وما بيكون سببه أندومتريوز بيكون سبب هو بحد ذاته إراديتار ممكن فيها تكون إراديتار نعم ممكن تنفخ من التيتا للماما للمنينة ممكن أكيد ما عم نقول أنه على الأكيد بس في جان معينة بتعلي من الاحتمال أنه هاشي يكون معينة أنا يعني من ملاحظتي عمشوف في أغلب الأمراض ممكن تكون جينيتيك ممكن تكون بيكون في عندها شئ جينيتيك نسأل الماما كيف كانت لحتها وخاصة بالكانسير يعني على طول تسأل من ناحية الأم أكثر من ناحية الأب طيب هلأ بدنا نحكي بالعلاجات أنا سمعت أنه ممكن يكون فيه لولب لمنع الحمل بنفس الوقت يضخ أرمون ويخفف من نسبة الدم الكتير أو الأوجاع لو فينا نحكي بالأول عنه ونرجع من تقل للعلاجات الأخرى صح هلأ نحنا بلشنا بالعلاج دغري للجراحة بس هو أكيد مش دايماً أول شيء منفوت على الجراحة لأنه ديبانز على قديش الأمرأة موجوعة هكذا أخذنا الحديث هو يمكن آخر مية بالمية هو آخر شيء منلجأ لأله الجراحة إذا اضطرينا بس أكيد فيه العلاجات الماديكل اللي فينا نعطيها قبل ما نوصل لأنه نعرض الأمرأة لجراحة واحدة من العلاجات مظبوطة مثل ما أنت قريت اللي هي اللولاب الهرموني مش اللولاب العادة اللولاب الهرموني بينحط بقلب الرحم وبيفرز كل يوم لفلز صغيرة من البروجستيرون البروجستيرون عادة بيرقق بيطانة الرحم ولأنه عم يشتغل لوكالي يعني بمحلة ما بيأثر على مناطق تانية كتير من الجسم وبيشتغل على بيطانة الرحم المهاجرة كمان بيخليها ترق وتخفف من أوجاعها وتخفف من عوارضها اكتشاف منيح كتير منيح صحيح بس من أنتبه أنه وقتها تكون يعني وقتها يكون الأندومتريوز كتير كتير بالجسم هل العلاج المحلي بيبطل يفيد كتير ساعتها منلجأ أكتر لعلاجات تكون توصل لمناطق أكتر من الجسم من أنه بس بيطانة الرحم اللي بيقلب الرحم مثل شو؟ مثل البروجستيرون كمان بس بساعتها البروجستيرون نعطيه أوراق ما بعرف إذا سمعين بي فيزان فيزان هو نوع من البروجستيرون اللي منعطيه لحالة الأندومتريوز بطريقة منتزمة على فترة طويلة على فترة 12 إلى 18 شهر على قليلة كرميل تنعمل سابرشن للأندومتريوز يعني منخلي الأندومتريوز تحت السيطرة تما تكبر تما تعمل العوارض تبعها تعطى لمرأة قبل ما تحبل معلي يعني إذا مرأة ما عنده أولاد إذا ما عنده أولاد فينا نعطيه كرميل تنخفف من عوارض الأندومتريوز بس أكيد وقتها تقرر أنه بدأت تحبل ما فيها تكون على فيزان لأنه فيزان بيمنع الحمل كمان بدأت توقف وساعتها مننا نعالج الأندومتريوز نعالج سبب العكم كرميلت أن ساعدها تحبل بيصير هدف منشاني قلتلك بالأول أنه هدف العلاج هو اللي بيخليني أقرر أي طيب علاج أنه أعطي إذا هدف العلاج هو أنه تحبل ما فيه أعطيه ولا أرمونات لأنه بتمنع الحمل ساعتها إذا في شيء معين البروجستيرون بيمنع الحمل كمان صحيح يعني هو الأفضل أنه ينعطي للنساء اللي اللي ما بدأت تحبل اللي ما بدأت تحبل اللي ما بدأت تحبل مضرورة تكون جابت أولادة يمكن تكون بعد ما تجوزت وما بدأت تحبل حاليا فيها تنعطي البروجستيرون كرميلت تنخفف من عوارض تبلى المرأة اللي بدأت تحبل دكتور ما فيكن تعتوا هدى البروجستيرون صحيح وبدأت شي الأكيد اللولاب لحتى تحبل صحيح تبشو بيصير أي علاج هون كمان السبب الأساسي اللي ما عم تحبل فيه بنا ننتبه له يعني مثلا إذا فيه مطرح معين نبين فيه أنه أندومتريوز فينا نلجأ له بالعملية ونشيله وإذا كان الأنابيب سلكي ومفتوحة نرجع نعطيها مجال أنه تحبل بالطريقة الطبيعية بيصير هيدا المشكلة نحلت إذا كان الأنابيب مسكرة من الأندومتريوز والالتصاكات الكبيرة بهالحالة مع أنه هيدا الشغلة ضد الكنيسة بس ساعتها الحل الطبي لهالموضوع هو أنه نعمل طفل أنبوب وما فيه غير حل ساعتها إذا كانوا مسكرين الأنابيب نحكي شوية عن طفل الأنبوب كيف بتصير الطريقة؟ الطريقة أنه بينعطى أدوية للأم بتكتر المبايد الإبادات طبعا منرجع نسحب البوايدات من بتسحب البوايدات بالإبري بس طب إذا كان مسكر كله ولا مش كله بيكون مسكر نحنا نفوت الإبري بقلب البطن ومسحب ديريكت من المبيض البوايدة من المبيض صحيح يسحبوا من المبيض البوايدة بيجمعوا البوايدات بقلب تيوبز بيحطوا معهم السبان وبينطروا أنه يتكون الجنين بقلب التيوب وبعد ثلاثة إلى خمس تيين بيرجعوا بيشوفوا أي جنين حالته منيحة وصالح ساعتها بينقلوا الجنين اللي بدون ينقلوا على دغري على الرحم طبع الأمرأة وبيصير الحمل هايدي الطريقة ضد الكنيسة هايدي الكنيسة كاتوليكية يعني إذا نحكي الباتيكان هي ضد ضد هاي الطريقة صحيح لأنه منكون عم نكتر من الأجنة وما عم نعوذهم كلهم في منهم عم ينعملون فريزنج يعني عم يتجلدوا في منهم عم ينكبوا هي بفتكر ضد اللي بينكبوا صحيح ضد اللي بينكبوا ضد اللي بينعملهم حتى الفريزنج صحيح صحيح لأنه مثل كأنه أنت خلقت روح وقلت له هلأ مش دورك طولة بالك ويمكن ما يجي دورك وممكن نكون كمان عم ناخد شغل الله صحيح وهيدا شي مش مقبول أكيد صحيح دكتور علاجات أخرى فيك لكن إلنا العلاجات الأرمونية إن كان بالتم أو باللولب فيه علاج كمان هو علاج من نوع تاني أرموني بس بيعمل سابرشن للدورة كلها وقتا ينعطى هيدا العلاج بتوقف الدورة تماما عند الامرأة هذي العلاجات خصوصة منلجأ لقلهم عند الكايات اللي بيكونوا متأدمين ومنعمل تنقل عملية للأندومتريوز ومننظف قدمة فينا وبعدين كرميلتا ما نخلي هيدا الأندومتريوز ترجع دغري تبين لأنه منعرف إنه الأندومتريوز ترجع بتروجع أكيد كرميلتا نعمل سابرشن نرجع منعطي على فترة تنقل ستشهر هيدا الدول اللي بيخلص الراجل ما تجي أبدا يعني بنيم المبايد ما بيخليهم يشتغلوا من هون البيطانة الرحمة اللي بتكون المهاجرة بتموت ما بيعود بقى في شي غزية وبعدين نرجع منعطيهم على فترة كمان فيزان اللي هو بروجستيرون كرميلتا نعمل أكتر سابرشن هودا الأرمونات كلهم مع بعض بيشتغلوا بطريقة أنه يخففوا من ريسك أنه يعاود بيطانة الرحمة المهاجرة تحت علم أنه لو شو ما عملنا قوات كتير رح ترجع تعاود ووقتها تعاود كمان ما نرجع نعالجها من قوات مش عالير شو عنيدة عنيدة كتير بتحب الهجرة كتير يعني طيب دكتور معقولة تقدر ست تتوقع أنه يصير عندها أندومتريوز ولا الوقاية هون مش واردة لأنه أولا ما نعرف أنه تقريبا 10% من النساء اللي حيكون عندهم عندهم متريوز هل أدل عدد مرتفع صحيح مش كلهم رح يكون عندهم العوارد في منهم ما رح يعرفوا أنه عندهم عندهم متريوز أصلا بس عدد مرتفع ولأنه هي بيطانة رح ما منعرف ليش بتهاجر من الأصل وما منعرف شو أسباب المباشرة لأنه تصير ما في طرق وقائية بالتحديد بتخلينا أنه نتوقع هالموضوع بس نحنا منعرف كمان أنه اللي بيكلوا دهون ترانسفات كتير عالية بيعلوا من احتمال أنه يكون الأندوماتيوز موجود يعني السمنة سمنة ممكن تكون سبب بس ممكن كمان 6 رفيعات صحيح يكون عندهم عندهم منشان هيك عم نحكي نحنا أنه رسك فاكترز يعني منشي ضروري يعني ترانسفات وغيرها ترانسفات هو أكتر شي معروف أنه معقول إذا منأكل بطريقة صحية يمكن منكون عم نتوقع بطريقة أعزمة من كل الأمراض دكتور شو نصيحتك بالنهاية لكل أمرأة أو خاصة يعني اللي بتعاني من هيدا الموضوع من هيدا المشكلة النصيحة الأساسية أنه شو ما بيكون عنده عوارد معينة ما تهمل العوارد وتلجأ للحكيم لأنه دايما الحكيم رح يلاقي لهدفها لعلاج المناسب وطالما العلاجات موجودة للمنترجعة تتحسن أكيد نحن نتمنى الصحة والسلامة لكل النساء ولكل العالم أيضا وأنا بدأ أشكر وخدك معنا وإطلالتك لأول مرة دكتور شكرا كتير وشكرا مشاهدينا فاصل صغير ونتابع مع ضيوفنا تابعونا شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة